عيد وممكن أحد الصفقات الأهلي خلاص بيقترب منها ولكن هناك بعض العواقق فيه للتفاوض وممكن فيه تغيير في الكلام كمان يعني بعد ما تتفق على حاجة بتلاقي مثلا النادي اللي قدامك بيزود النادي الأهلي احترم جزئية مهمة جدا ان كان ممكن استنى لغاية اخر الموسم اللي جاي والعيد بيبقى بتاعه ولكن الفكرة كمان الشرط الجزائي كان ممكن النادي أهلي يدفعه 600 ألف دولار لكن احتراما برضو للنادي قالك أنا ما عنديش مشكلة ان احنا نتفاوض مع النادي وندفع مبلغ أكبر من 600 ألف دولار بحيث يبقى فيها العلاقات جيدة ما بين الناديين لكن اللي حصل ان فوجه ان النادي طلب أكتر مليون دولار وفي نفس الوقت اللاعب نفسه طلب مبلغ أكبر فهنا حصل تغيير في الكلام أو في التفاوض بعد ما وصلوا لنقطة معينة أو نقطة التقاء في التفاوض يعني تغير الكلام شوية وهنا دي عقبة اللي هيحصل فيها أو هيتحل ازاي برضو الايام القادمة بتحسم حاجات كتير طيب كان فيه كلام الايام السابقة وما بعد نجاح كله رح اياه مع النادي الاهلي وحصوله على بطولات كتيرة في زمن قصير جدا ان تعرفين طبعا النادي الاهلي والزمالك بيبقى بالنسبة لهم المدربين بتبقى زي ما بنقول فاترينا النجاح مع الاهلي والزمالك على طول دوريات في الخليج خلاص بيبقوا بيتكلموا عليهم على طول هناك بعض الكلام عن بعض الاندية اللي عايزة كولر وبالتالي الاهلي بيستفسر بيستفسر من خلال كولر عن نوال في الفترة اللي جاي خصوصا يعني الموسم هيبتدي اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل هل ممكن يمشي ويسبنا لا يعني برضو بتبقى الامور فيها كلام شفاهي بس لان في الاخر الالتزام بالعقود خصوصا كولر نفسه يعني مضى سنتين وبالتالي امور بالنسبة له مكملة مع النادي الاهلي ترزيجي والحقيقة النادي الاهلي بيبحث عن كأس العالم الاندية كأس العالم الاندية بيفكر فيه طيب ما انا هروح برضو لازم يبقى معايا لعيبة قوية وتقيلة فكرة ان الترزيجي بقى موجود في النادي الاهلي على سبيل اللي عارة لمدة سنة يحضر كأس العالم الاندية موجودة مين صاحب الملف ده واللي الادارة يعني سابته ليه حسام غالي عرض على ترزيجي مبلغ معين بنتكلم المبلغ اللي تعرض على ترزيجي بنتكلم خمسمائة الف يورو ولكن ترزيجي يعني برضو الراجل في عملية التفاوض طالب مبلغ اكبر تمنمائة الف يورو برضو الامور بالنسبة لهذه التفاوضات هننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يحصل في طلب النادي الاهلي ان ترزيجي بقى موجود على سبيل العارة في الفترة القدم ترجمة نانسي قنقر